مرحبا بكم من في حلقة جديدا من سلسلة حلقاتنا بعنوان التنافس بين فريد الأطرش وعبد الحليم الحافظ اليوم سنغوص في أعماق التاريخ الفني لنكتشف جوانب المنافسة بين عملاقين من عمالقة الطرب العربي في عالم الفن حيث تتحدث الألحان وتغني الأصواق نجد أنفسنا أمام ملحما من التنافس الفني الراقي فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ إسمان يترددان بقوة عندما نتحدث عن الطرب الأصيل وكيف تميز كل منهما في مسيرته الفنية هذا ما سنتشفه في حلقتنا اليوم بدأ فريد الأطرش رحلته الفنية قبل عبد الحليم حافظ مما يجعل من عبد الحليم المنافس الذي دخل الساحة متأخرا لكن هل أثر ذلك على شعبية كل منهما؟ الصوت والأداء كان لكل من فريد وعبد الحليم أدواتهما الخاصة التي تميزهما في الصوت فريد بقدرته على الوصول إلى الأبعاد العليا من النغمات وعبد الحليم بصوته السلس والطبيعي كلاهما قدم للموسيقى بعدا متفردا كيف اثرت هذه الخصائص على مسيرتهما الفنية؟ الألحان فريد الملحن الذي أغنى الطرب بألحانه وعبد الحليم يعدان رمزين للإبداع اللحني في الفن العربي الموضوعات والكلمات عبد الحليم بأغانيه الوطنية التي لامست قلوب الجماهير وفريد الذي غنى للوطن بصوته العربي الأصيل كلاهما قدم للفن العربي ميراثا غنيا سنتعمق في كيفية تناولهما للموضوعات العاطفيا والوطنيا وتأثير ذلك على مسيرتهما عبد الحليم بشبابه وحيويته وفريد بخبرته وتمكنه كلاهما نجح في رسم صورة العاشق الرومانسي سننظر في كيفية استقبال الجماهير لهذه الصورة وتأثيرها على شعبية كل فنان فريد الذي استخدم الإعلام كجسر للشهرة وعبد الحليم الذي جذب الإعلام إليه بفنه وشخصيته كلاهما استطاع أن يسطر اسمه في سجلات الفن العربي سنستكشف كيف استخدم كل منهما الإعلام لتعزيز مكانته الفنيا في نهاية حلقتنا سنقدم تحليلا شاملا للتأثير الذي خلفه كل من فريد وعبد الحليم على الفن العربي وكيف أن كل واحد منهما أضاف لونا خاصا إلى لوحة الطرب العربي الغنيا التأثير اللحمي فريد الأطرش بموهبته اللحمية الفريدة أثر الطرب العربي بألحان تتسم بالعمق والتنوع مما جعله يعتبر مرجعا في الألحان العربيا التجديد الموسيقي سعى فريد لتحديث الموسيقى العربية بإدخاله لمقامات وإيقاعات جديدا مما أضاف بعضا جديدا للطرب وأثر الذوق العم الصوت والأداء بصوته القوي وقدرته على الوصول للأبعاد العليا من النغمات قدم فريد أداء يعتبر مدرسة في الطرب العربي عبد الحليم حافظ القبول الجماهيري عبد الحليم بشبابه وحيويته استطاع أن ينال قبولا جماهيريا واسعا صورته كالعاشق الرومانسي والمتمرد العاطفي جثبت الجماهير بشكل كبير الأغاني الوطنية أغانيه الوطنية التي لامست قلوب الجماهير أضافت له بعدا شعبيا ووطنيا مما جعله صوتا للأمة في أوقات النضال والفرح التعاون مع عمالقة التلحين أداؤه لألحان كبار الملحنين أثر مسيرته الفنيا وأضاف تنوعا لأعماله الغنائيا التأثير المشترك الإعلام والشهرة استخدم كل من فريد وعبد الحليم الإعلام ببراعا لتعزيز مكانتهم الفنيا كلاهما استطاع أن يسطر اسمه في تاريخ الفن العربي الإرث الفني ترك كل منهما إرثا فنيا غنيا يحتذن به فريد بألحانه التي تدرس وعبد الحليم بأغانيه التي تغنى وتردد حتى اليوم في نهاية المطاف يعتبر فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ عمودين رئيسيين في بناء الفن العربي فريد بألحانه الخالدة وعبد الحليم بصوته الذي لا ينسى كلاهما أضاف لونا خاصا إلى لوحة الطرب العربي الغنيا ومع أن المنافسة بينهما كانت واضحا إلا أنها ساهمت في تطور الفن العربي وأثرته بشكل لا يقدر بثمن